اشتركوا في القناة ونوزع حلوف الشارع في مدينة إدلب فرحاً بمقتل الرئيس الإيراني والطاقة من الذي كان معهم طبعاً ما بيخفى على أحد المجازر التي كانت ترتكبة إيران بحق الشعب السوري وأنا أحد الناس اتدمر منزلي وتهجرت من مدينة معرة نعمان فالله يلحق الحابل بدلوه طبعاً نباحة شفنا خبر سقوط الطائرة الإيرانية الرئيس الإيراني وكل الهاتنا كنا عم نستنى خبر مقتله طبعاً إيران كانت سبب رئيسي بتهجير المناطق إلى هون الشمال السوري وسبب رئيسي بارتكاب المجازر وهدم المناطق فوق رؤوسيا كميها أنا كأبن حلب مهجم مدينة حلب طبعاً بدي أفرح لمقتله ومقتل الأوباش اللي معه بسبب أنه أنا صلي 8 سنين هون مهجر على إيدن وقتل الناس من أهنم على إيدن وإن شاء الله عقبال بشار الأسد وعقبال بوتين وحسن زميرة وهي الدولي ونظام نفسه كانوا بسبب في تهجير عدد من شعوب المنطقة وخرابع المنطقة كنا مبسوطين اليوم وقد شفنا أنه هذا الرئيس داق نفس المصير اللي كان عبدوكو الشعب السوري فالحمد الله وأنه المدينة كفرنبل اللي هي حالياً محتلة من قبل الميليشيات الإيرانية والميليشيات التابعة له موسيقى جميل نعم اشتركوا في القناة